أظهرت بيانات الموازنة السعودية للعام 2021 استهداف المملكة العربية السعودية تخفيض عجز الموازنة لأربعة أعشار النقطة المئوية بحلول العام 2023 ولكن دعونا نلقي نظرة عن أرقام الموازنة لعام 2021 بالنسبة لحجم الإنفاق سيتراجع بمنسبته 7.5% لكنا هذا الإنفاق أو النفقات الحالية لعام 2020 هي تريليون وثمانية وستين مليار ريال بالنسبة لحجم الإرادات كذلك سنشهد ارتفاعات بعشرة في المئة أما بالنسبة لعجز الموازنة فسنشهد تراجعات من أكثر من 12% خلال هذا العام إلى 5% بحلول العام 2021 بالنسبة لمستهدفات النفقات والإرادات كذلك وتوقعات النمو الاقتصادي والدين العام بالنسبة للاقتصاد السعودي الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بـ 3.8% في العام 2020 ولكن سنشهد ارتفاع النمو في الناتج المحلي خلال عام 2020 بـ 3.2% أما بالنسبة لحجم الدين العام كذلك النسبة لناتج المحلي 32.9% خلال العام المقبل أما بالنسبة للعام الحالي هي 34.4% تسعى السعودية إلى التركيز على إصدار سندات أو إصدار الدين ذات العوائد الثابتة منها العديد من وتنويع أدوات التمويل منها إصدار سندات وكذلك إصدار سكوك وتركز كذلك السعودية على البحث عن تمويلات جديدة بالنسبة للاقتصاد تطور النمو الاقتصادي الملحوظ في هذا التطور القطاع غير النفطي نشهد تراجعات قربة الأربعة في المئة خلال العام 2020 والملفت أن هذا التراجع هو أول تراجع يسجله الاقتصاد السعودي الغير النفطي منذ العام 2016 هذا التراجع جاء على خلفية تداعيات جائحة كورونا بتراجع أسعار النفط وكذلك الإغلاق الاقتصادي الذي شهدته السعودية والعالم بأسره وكذلك شهدنا توقيف العديد من الأنشطة في العديد من القطاعات الحيوية الاقتصادية في السعودية بالنسبة للمستهدفات المستقبلية للموازنة السعودية النمو الاقتصادي المتوقع هو ثلاثة في المئة خلال عام 2022 ولكن سيرتفع إلى أربعة في المئة بحلول عام 2023 الدين العام للناتج المحلي ثلاثة وثلاثين فاصل أربعة في المئة في العام 2022 ولكن سينخفض إلى واحد وثلاثين فاصل ثمانية بالعام 2023 كذلك النفقات سنشهد بالنسبة للنفقات تراجع من 955 مليار ريال إلى 941 مليار ريال بحلول العام 2023 بالنسبة لأبرز التطورات التي شهدناها خلال العام 2020 والتي قامت بها السعودية كذلك تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط شهدنا رفع من قيمة الدريبة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو الماضي كذلك زيادة في الرسوم الجمركية لعدد من الصلع التي بدأت تطبيقها في العشرين من يونيو الماضي كل هذه التطورات تقوم بها السعودية لتحفيز الاقتصاد كذلك ولضمان استدامة واستقرار الإرادات